طيب نروح بقى لشأن تاني وخبر تاني متعلق باستعدادات الاهلي لمباراة مودرن سبورت أفلنا صفحة مباراة بيراميدز عندنا مباراة صعبة جدا بكرة أنا مباراة إحنا ما اتكلمت بلغة الأرقام مواجهة مودرن سبورت صعبة ولا هتكون أقل في مسألة الصعوبة من مواجهة بيراميدز قلت لكم لا بالأرقام بتقول مواجهة صعبة جدا بيقود فريق مودرن سبورت الكابتن طلعت يوسف عنده خبرات كبيرة جدا على مستوى الأرقام والنحية الدفاعية والخسائر والتعادلات في الدوري أرقامه قريبة من أرقام بيراميدز أرقامه قريبة من أرقام بيراميدز أقوى خط دفاع زيه زي بيراميدز مودرن سبورت مودرن سبورت دخل مرمى 21 هدف بيراميدز دخل مرمى 21 هدف إذا مالك أرقامه على المستوى الدفاعي أسوأ من بيراميدز ومن مودرن سبورت وبالتالي أنت عندك بكرة مباراة مع فريق صعب التعادلات في هذا الفريق كثيرة في المباراة اللي بلعبها مع الفراء الأخرى موجودة وبالتالي مواجهة صعبة هل كولر هيعمل روتيشن؟ هل هيكون فيه راحة لعدد من اللعيبة؟ لأنه بعدها عنده مباراة في كاس مصر بعدها بيومين ثلاثة مع الألمونيوم بعدها بيومين ثلاثة عنده مباراة مع البيراميدز ودي مباراة هتكون فاصلة وحاسمة في مشوار الدوري كل بقى التفاصيل دي وإمكانية مشاركة عمر كامال عبدالواحد برستاه وعودة كهرباء كل ده بالتأكيد هنتناقش فيه دلوقتي ونتكلم فيه مع زمينة شريف شعبان اللي متواجد حاليا في مقر النادي الأهل بالجزيرة عشان نسمع منه كل الجديد قبل انطلاق المران بعد قليل شريف مسائل فل ازايك؟ زميل محمد تحياتي لك تبعاً ولكل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينا ويارب بإذن الله يكون بكرة فوز جديد النادي الأهل على فريق كبير وفريق قوي جداً ومعام دير فني كبير جداً بإذن الله طيب الجديد عندك وآخر الأخبار لديك قبل انطلاق المران الختامي والدخول في معسقر استعادة لمواجهة مودرن سبورت غداً بإذن الله يمكن انبارح مساء الكورر طبعاً قد أجازة 24 ساعة النهاردة بيستقني في التمرينات توالي المباريات ضغط المباريات يمكن إرهاق شديد جداً الراجل قال في المؤتمر الصحفي أو في المؤتمرات اللي بتكلم فيها على طول أني ما شافش كده في العالم وان طبع عمر بقى شوف كده في العالم غير في مصر بس كل ثلاثة أيام مباراة حاجة غريبة جداً ولفريق واحد بس هو فريق النادي الأهلي يا رب بإذن الله يكون السنة الجديدة مفهاش الكلام ده وبقالنا سنين نفس القصة موسم بيخلص موسم بعد منه على طول مفيش راحل اللاعبين لعبين دولين للمنتخبات بجميع المراحل السنية والمتضرر الأول والأخير هو النادي الأهلي وطبعاً وجميع المنتخبات في الإصابات الطويلة النهاردة بإذن الله التمرين هيكون في السابعة مساء قبل التمرين هيكون في محاضرة فنية محاضرة فيديو علشان خاطر يتفرجوا ويشوف فيها بعض الأطاط لفريق مودرن فريق قوي زمن هوية زميل محمد عنده خط ادفاع قوي جداً عنده مدير فن كبير هو الكابتن طلعت يوسف متمرس طبعاً جداً في هذه المجهات الكبيرة مع الفرق الكبيرة كولر النهاردة هيوريهم بعض اللقاطات النقاط القوى والنقاط الضعف لفريق مودرن النهاردة بإذن الله يشارك في التمرين برستاو عمر كمال عبدالواحد كهربا هنشوف فقاً النهاردة كولر هيقدر اعتمد عليهم في مباراة الغد هيكونوا موجودين في القائمة ولا لأ كل الخيارات موجودة أمام المدير الفني ولكن بأكد لك أن برستاو خاط أكثر من تمرين كهربا أيضاً خاط أكثر من تمرين فبيعلنوا جاهزية تم لازيل موجهة عمر كمال خاط تمرينة واحدة النهاردة بإذن الله يشوف هيقدر يكمل التمرينة ولا لأ بإذن الله طبعاً هيقدر يكمل كان عنده إعياء شديد في المعدة فبإذن الله النهاردة يكمل التمرينة فبإذن الله يكون متوجد أيضاً في القائمة ولكن الخيارات كلها متاحة أمام الراجل يختار اللي هو عاوزه في الدخول طبعاً لمعسكر النهاردة ليلة مباراة مودرن يارب بإذن الله كنتو فيه بس من نصيب النادي الآن لبكرة ونقدر نفوس طبعاً على فريق مودرن بإذن الله بكرة بإذن الله طيب هل في برنامج تدريب محدد بدءاً من لقاء مودرن سبورت حتى مواجهة بيرامدز يوم الاتنين اللي جاي تعرف مباراتين يعني في غاية الأهمية في مشوار الدوري ما بينهم مباراة في الكاس مع الألمونيوم فأكيد كلر بحضر بشكل مختلف للمرحلة دي يا شريف طبعاً هو كلر عن ضغط المباريات ساعات بدي أجازة بعد نهاية المباراة أو تاني يوم بيبقى فيه أجازة أو فيه تمرين المباراة الأخيرة كان فيه تمرين بعد مباراة بيرامدز وفوزنا الكبير على فريق بيرامدز كان فيه تمرين عمل ريكافرينج لكل اللاعبين وتمرين قوي جداً ما شاركوش في هذا اللقاء المباراة اللي قبل منها واللي قبل منها كان فيه أجازة بعد المباراة بنشوف الراجل يعني ساعات بدي أجازة ساعات بيعمل تمرين بس الأعرى طبعاً عشان خاطر يعني ضغط المباراة وفيه مباراة طبعاً في كاس مصر يوم الجمعة مافتكرش هيكون فيه أجاز طبعاً هيكون فيه تمرين وروتشان هيكون كتير في مباراة بكرة ومباراة يوم الجمعة فهنستنى وننتظر ولكن الراجل مع جهازه الفني الصراحة ما بيسيبش حاجة للظروف ويتم بالتفصيل وبيشتغل على كل تفصيلة زميل محمد خلينا أقولك بعد نهاية مباراة برامتز وإي مباراة الراجل بيشتغل على طول بيتفرج على مباراة الأهل اللعبة مثلاً مباراة برامتز بيتفرج عليها بيشوف الأهل غلط في إيه؟ الأهل أجاد في إيه؟ وبيبدأ أيضاً يشوف المباراة التالية للنادي الأهل يبدأ يزاكرها كويس جداً قبل ما بيجي حاضر اللعبة ويقول لهم هنعمل إيه؟ وهنشتغل إزاي؟ وهنهاجم إزاي؟ وهندافع إزاي؟ وهنقف إزاي؟ بس هو عنده مشكلة ما بيقدرش يصحح الكلام ده في التمرينات لأنه ما فيهش وقت في العالم كله التمرين بيكون في تصحيح قبل أي مباراة بيكون في تصحيح للأخطاء وإضافة جمال جديدة لأي فريق في العالم في النادي الأهل غير هو مطالب منه ويصححها الأخطاء مع المباريات يعني الأخطاء اللي حصلت في مباراة بيراميز يتفدى في المباراة المقبلة في أولا للعيبة نظرياً علشان يطبقوها عملياً في المباراة المقبلة دعواتنا ودعوات كل الأهلوية بإذن الله يكون الدوري من نصيب النادي الأهلي وبإذن الله بإذن الله بإذن الله يضاف سلاسة نقاط جداد يضاف إرسيدي الأهلي عشان نقرب خطوة مهمة جداً من اعتلاء الصدارة بإذن الله بإذن الله زي مننا شريف شعبان لو عندك كلمة أخيرة تحب تختم بها كلامك خطت فع قوي جداً الراجل بكرة هيدافع طبعاً كتطلعت يوسف هيحاوليه يخد نقطة بإذن الله بإذن الله يكون موفقين من أول دي أني قدر نحرز هدف بإذن الله نفتح الجيم ونساء الجيم علينا بإذن الله إن شاء الله زي مننا شريف شعبان موفق قناة الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة قبل انطلاق المراني الختامي للفريق استعلاد لمواجهة مودرن سبورت شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات والإضاحات